مبارك عيد مبارك فإن الصيام ماذال باقياً بكرة اثنين شوال نبدأ مع بعض إن شاء الله في الصيام الستة من شوال بعد شوية نبدأ تلتاشر وربعتاشر وخمستاشر من كل شهر الاثنين والخميس من كل اسبوع إلى نهاية العام إذا كان رمضان قد انتهى فإن القيامة لم ينتهي فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطرق قيام الليل في حياته كلها إلا ليلة أو ليلتين ومش بطالها خالص لا دا قضاهما بعد صلاة الصبح إذا كان رمضان قد انتهى فإن صلاة الحم لم تنتهي إذا كان رمضان قد انتهى فإن أعمال البر والخير لم تنتهي إذا كان رمضان قد انتهى فإن السباب والشتم واللعنة قد انتهى مع رمضان ولن نعود إلى مثله أبداً إذا كان رمضان قد انتهى فإن الصيام باقياً والصلاة باقية وقيام الليل باقياً وبر الوالدين باقياً والصلاة الأرحام باقية كل الأعمال ما زالت باقية هذا اليوم هو يوم الجائزة الذي يكتب الله تبارك وتعالى فيه الجائزة فنسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وأن يتقبل أعمالنا وأن يتقبل منا صالح الأعمال ونسأله سبحانه وتعالى أن يقفل لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما الله سبحانه وتعالى أعلم به منا هذا عيد فطري الأول من شوال من عام 1442 هجرية في تاريخ 2021 ميلادية نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلوا منا وأن يقفل لنا الذنوب والسيئات ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الخير أنصحكم جميعا بالإعادة الصلة الأرحام والتصرع فيما بينكم وصلة أرحامكم وعلينا أن نصفي قلوبنا وأن نصفي أحوالنا وأن نفرغ عقولنا من حب الدنيا والارتباط بها وأن نخرج أولادنا من باب الفسحة والنزهة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج وعائشة وكانت تضع ذقنها على كتف النبي عليه الصلاة والسلام فتنظر في المسجد حينما كانوا يلعب أهل السودان النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتوسعة على الأبناء بالطعام وبالشراب وبالنفقات وبالخروج وبالفسحة في هذه الأيام المباركات التي هي أيام عيد الفطر المبارك تقبر الله منا ومنكم كل عام وحضراتكم بخير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته